في هذه الحلقة سأشرح روتين لتمارين سحرية لقتل أي آلام في الظهر مهما كان السبب الشد العضلي، إجهاد الأربطة، ألم بعد النوم، ألم الجلوس، أو ألم الانزلاق الغضروفي أو عرق النساء وهي أهم تمارين في روتيني الصباحي أقل ما يمكن وصفها بأنها قطء الدفاع الأول لصحة العمود الفقري لا تنسى تشترك معنا بالقناة لأن معظم مشاهدي القناة غير مشتركين واشتراكك هو الدافع الوحيد لنصنع المزيد من المحتوى وتعالي نبدأ إذا سألتني في أي وقت عن أفضل تمرين لعلاج آلام الظهر أو لمجرد الحفاظ على صحة العمود الفقري فجوابي سريع وموحد تمارين التواء الجذع أو تمرين فتل الظهر لأنها مميزة جدا 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 ومفعولها سحري فهي تعمل على إطالة العضلات المشدودة ومحاذاة ألياف الأربطة وتباعد المسافة بين الفقرات وتبطل الضغط عن أقراص العمود الفقري والمفاصل وتقوي العضلات الصغيرة التي تدعم الفقرات المنفردة لتنسيق توازن القوة على جانبي الجسم وأيضا تحسن الهضم والإخراج من خلال مساج الأمعاء بدون كثرة كلام سأشرح الآن تمرينين للإطالة وتمرين واحد للتقوية إذا مارستها بشكل يومي فسوف أضمن لك التخلص من أي آلام في الظهر والحفاظ على صحة عمودك الفقري مدى الحياة تابع معي التمرين الأول تمرين إطالة لفتل الظهر بوضعية الجلوس إجلس على الأرض ومد الأرجل باستقامة إثني أحد الركب وضع القدم بمحاذاة خارج الركب الأخرى بهذا الشكل الآن إثني مرفق الذراع المعاكسة وضعه على الركب المثنية بهذا الشكل وضع اليد الأخرى على الأرض خلف الظهر بهذا الشكل الآن بقوة الدفع من الذراعين قم بفتل ظهرك بقدر ما تستطيع بهذه الطريقة ستشعر بإطالة مريحة على طول الظهر وأثناء الحركة قد تشعر بفرقعة الفقرات وهذا طبيعي لا تتوقف استمر بالإطالة لمدة 30 ثانية كرر نفس الإطالة للطرف الآخر من جسمك أيضاً لمدة 30 ثانية مارس التمرين مرة في اليوم على الأقل هذه الوضعية قد تكون غير مريحة للبعض لذلك جرب التمرين الثاني التمرين الثاني تمرين إطالة لفتل الظهر لوضعية الاستلقاء استلق على أحد الجانبين واثن الركب بهذا الشكل أرجع الرجل السفلية فقط للوراء بهذه الطريقة وأمسك الركب العلوية بيد الذراع السفلية بهذه الطريقة الآن ارفع اليد الأخرى وانظر إليها وأنزلها مع الرأس للاتجاه المعاكس حتى تلمس الأرض بهذه الطريقة ستشعر بإطالة مريحة على طول الظهر وقد تشعر بفرقة الفقرات وهذا طبيعي لا تتوقف استمر بالإطالة لمدة 30 ثاني وبعد ذلك كرر نفس الإطالة للطرف الآخر من جسمك أيضاً لمدة 30 ثاني مارس التمرين مرة في اليوم على الأقل وأخيراً تمرين التواء الجذع لتقوية العضلات استلقي على الظهر وافرد ذراعيك إلى جانب الجسم بشكل حرف T الذراعين ستعمل كمرسات لتثبيت الجذع ارفع الأرجل للأعلى بحيث تتعامد مع الجذع بزاوية قائمة وتكون ركبتيك مستقيمة وإذا لم تستطع فعل ذلك في البداية لا بأس إثم الركب وأكمل التمرين بهذه الوضعية ابدأ بإسقاط الأرجل إلى الجانب ببطء باتجاه الأرض لأدنى مستوى ممكن بهذه الطريقة أبقي الأرجل متلاسقة ببعضهما وحاول أن تبقى الأكتاف على الأرض طوال الوقت استخدم عضلات جذع الجانب المعاكس للعودة إلى المركز وتابع التمرين بإسقاط الأرجل إلى الاتجاه الآخر بنفس الطريقة كرر الحركة لتحصل على عشرة عدات لكل جانب وبهذا تكمل أول مجموعة الهدف هو إتمام ثلاثة مجموعات يومياً قد تشعر بشد في الأعضلات أو فرقعة بالمفاصل هذا طبيعي جداً ويجب أن تستمتع بهذا الإحساس إذا بدأت بالنسخة الأسهل من التمرين عن طريق ثاني الركب تدرج بالتمرين مع الأيام حتى تستطيع عمله بركب مستقيمه وهذا كل شيء هذه التمرين آمنة جداً حتى على مرضى الانزلاق الغضروفي المانع الوحيد لهذه التمرين هو كسر في عظم الفقرات إذا قمت بهذه التمرين بشكل دوري لاستمرار فسوف أضمن لك التخلص من آلام الظهر والحفاظ على صحة أمودك الفقري مدى الحياة بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمرين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكراً لك يا عزيزي لمتابعة قناة سكون ند هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك التجارب كاملة والخبرات الواقعية بدون أي انحياز ولكني بحاجة لمساعدتك لأن هذا العمل مكلف جداً دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهرياً أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر